اطلع الرئيس عبدالفتاح السيسي على تطورة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي خاصة في منطقتين تشقى بجنوب الوادي والدلكة الجديدة بالضبع فضلا عن محافظتي بني سويف والمينيا وخلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من المسؤولين اطلع سيد رئيس على تفاصيل المرحل الحالية والمستقبلية لتلك المشروعات بما في ذلك البنية الأساسية واللوجستية من طرق ومحاور وتوفير المقنن المائي وتطبيق أنسب وسائل الرئي الحديثة وامدادات تغذية الكهربائية صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن ذلك يأتي في إطار استراتيجية الدولة الهدفة لزيادة نسبة رقعة الأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية بما يساعد على تطوير قطع الانتاج الزراعي وما يتصل به من صناعات غذائية وزراعية ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وكذلك فتح أفاق التصدير وهو الأمر الذي يعزز من دور قطع الزراع في دعم الاقتصاد الوطني ويساعد على توفير عشرة الألف من فرص العمل للمواطنين في التخصصات المختلفة